السلام عليكم النهاردة هنعمل الجبنة الشركسية بدون خل وبدون منفحة وبتلات مكونات بس موجودين في بيتك شايفين الجبنة ازاي متماسكة ونعمة جدا بتتقطع بسهولة جدا وكمان نعمة جدا جدا طعمها حلوة قوي هتحبوها جدا تنفع لسندوتشات المدارس لان الاطفال كمان هيحبوها جدا جربوها هتعجبكم وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو معانا لتر حليب او لبن اللبن ده بقري لو عايزين تستخدموا الجمس يعادي خالص هنضيف عليه نص معلقة ملح ولو عايزين الجبنة تكون مزبوطة ضيفوا عليها معلقة صغيرة ملح انا ضفت نص معلقة عشان عايزها تكون دلعة ومعانا كمان بيضة هنضيف على البيضة قلبة الزبادي قلبة الزبادي دي 100 جرام وهنقلب الزبادي دي في البيضة كويس جدا بشوكة او بمضرب يدوي اللي هو مضرب البيض اليدوي وفي ملحوظة مهمة جدا ان البيضة والزبادي انا مخرجاهم من التلاجة من نص ساعة عايزاهم يكونوا بحرارة المطبخ هنا اللبن اهو قرب يغلي لو شايفينه بيغلي من الجوانب اول ما اللبن يغلي هنوطي النار ونضيف خليط الزبادي بالبيض نضيفه على اللبن ونقلب اللبن يعني نقلبه بهدوء كده بالمعلقة هنلاحظ ان اللبن بيعمل تكتلات بالشكل ده سيبوه كمان شوية على النار كل ما تسيبوه اكتر التكتلات دي هتزيد او اللبن هيقطع اكتر شايفين ده بعد دقيقتين وده كمان بعد حوالي دقيقتين كمان والنار هادية التكتلات بتزيد اهي بالشكل ده وده شكله كمان بعد دقيقتين كمان كل ما تسيبوه اكتر التكتلات دي بتزيد هقربلكو بالكاميرا على الحلة شايفين قدقية التكتلات بتاعته زادت او اللبن قطع بقى الشرش ولبن يعني اللبن او قطع الجبنة انفصلت عن اللبن وكونت الشرش ده هسيبوه كمان دقيقة هيبقى بالشكل ده التكتلات زادت وتماسكت اكتر يعني بعد ما نضيف البيضة والزبادي بنسيبوه حوالي سبع دقيق بعد كده هنجيب مصفة هنحطها في طبق ونحط فيها قماشا او منديل بالشكل ده وهنفض فيها اللبن كده كل الشرش نزل في الطبق اللي تحت بالشكل ده هنساوي سطح الجبنة بمعلقة وكده نساوي سطحها لازم السطح يكون متساوي بالشكل ده وزي ما قلت لكم الجبنة دي بتكون دلعة لو عايزينها ملحها مزبوط حطوا معلقة صغيرة ملح ولو عايزين الجبنة تكون حدقة شوية خلوا المعلقة دي تكون معلقة ونص ملح دلوقتي هنقل المصفة على سطح مستوي وهغطيها بالقماشا بالشكل ده اغطيها كده وسويها بايدي عشان سطح الجبنة يكون مستوي وهجيب غطى على قد المصفة بالشكل ده ده غطى علبة بلاستيك وهجيب علبة او حل فيها مية وحطها على الغطى ده انا عايزة حاجة تقيلة عشان اي سوائل في الجبنة تنزل وهسيب الجبنة الصفة من المية اللي فيها حوالي اربع ساعات كده بعد اربع ساعات هفتح الجبنة معاكم هوريها لكم دي المية اللي كانت فيها نزلت كلها اها دلوقتي هفتح القماشا وهتشوفوا قد ايه الجبنة بقت متماسكة جدا دي الجبنة هنقلها على الطبق شايفين قد ايه متماسكة بتتنقل بمنتهى سهولة ومبتتكسرش مني خالص دلوقتي هاقطعها قدامكم بالسكينة شايفين السكينة بتقطعها بمنتهى سهولة جدا هي طرية جدا وكمان متماسكة وطعمها جميل جدا شايفين قد ايه لونها حلو وجميل وطبعا زي ما قلتلكو انا عاملاها باللبن البقاري ممكن تعملوها باللبن الجمسي عادي الجبنة دي تتعمل بسندة وشات وجنبها مثلا زتون مخلل بيكون طعمها مع الزتون حلو قوي اتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وبالهنى والشفى مقدما والسلام عليكم اشتركوا في القناة